أما نحن فرح مكملين بفقراتنا ووصلنا لفقرتنا التربوية أكيد رشال فقرة التربوية اللي تعودنا دائما ناخد استفسارات طروحات أفكار كتير كبيرة من الوقع الموجود ومن العيل السورية اليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم نحن نحكي أكيد عن أمور تربوية متعددة عن استفسارات وطروحات وردتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعية على اختلافها البناء التحتية هذا الموضوع اللي بيحمل أهمية كتير كبيرة للمدارس من ناحية الترميم دعم واقع البناء المدارس والخدمات المحلية كيفية ترفع مستوى التجهيزات والمرافق العامة بالمدارس وأيضا واقع الإصلاحات المدرسية كل هاي الأمور والاستفسارات رح نحكي عنها بالتفصيل مع الأستاذ هيسم بدوي مدير عامل هيئة العامة لأبنية التعليم وفي وزارة التربية يسعد صباحك ورمضان كريم أستاذ هيسم صباحكم كلاما أهلا وستهلا فيك صباح الخير ورمضان كريم عليك نفيد وعلى كله إن شاء الله إن شاء الله على الجميع نحكي اليوم عن واقع الواقع الخدمي للمدارس كتير منشوف هو تأثير مباشر وقت اللي بيكون الواقع جيد وصحي للطلاب والكادر التدريسي هذا أكيد حينعكس بشكل إيجابي على واقع العملية التربوية اليوم كان عندكم مشروع لصيانة الأبنية المدرسية على مستوى جميع المحافظات وين وصلتوا بهذا المشروع وهل في خطوات كانت سباقة ببعض المحافظات عن غيرها؟ تهتم وزارة التربية تهتم بشكل مباشر بسير العملية التعليمية حتى تكون هذه العملية التعليمية تمسي في مسارها الصحيح تقوم وزارة التربية عن طريق دوائر الأبنية المدرسية في المحافظات بأعمال ترميم وتأهيل وصيانة الأبنية المدرسية كامل حيث تقوم دوائر الأبنية المدرسية ببداية كل عام دراسي بتفقد واقع المدارس وتفقد المشاكل الفنية مثل مشكلات مثلا مثل دورات المياه الصحية الكهرباء الخشب كذا حيث تخصص لكل منطقة تعليمية عدد من المهندسين يقومون بالكشف إجراء الكشف الفني والحسي على المدارس وأعداد كشوف تقديرية بالتنسيق مع مدراء المجمعات التربوية في المنطقة ومدراء المدارس وأعداد كشف تقديري بالكلف ومكن أن تكون هذه الصيانات صيانات خفيفة أو صيانات متوسطة الصيانات الخفيفة التي لا تحتمل تأجيلها للصيف ممكن أن تقوم فيها الأبنية المدرسية خلال العام الدراسي بشكل لا تؤثر على سير العملية التعليمية لكنها ضرورية وأسعى فيه يعني ضرورية جدا يجب أن تتم الإصلاحات خلال العام الدراسي فورية فورية الإصلاحات المتوسطة التي تطلب ممكن تأجيلها للصيف ممكن عن طريق عقود ويتم العمل على إجراءها في الصيف وذلك حسب وتحدد دائماً أولويات الصيانة بشكل أنه لا تؤثر على سير العملية التعليمية نعم يعني الثلاث نحن حكينا عن الإصلاحات أو الترميمات إن كانت البسيطة وإن كانت المتوسطة على اختلافها مع ترميم مدرس بشكل كامل تضررت من الحرب هي كمان رح نحكي عنها بهذا الموضوع من عادة الأمهار خرجت عن العملية التربوية لأسباب العمليات الإرهابية اليوم إذا بدنا نحكي عن التمويل بالنسبة لهي الإصلاحات على اختلاف أنواع مثل ما حكيت منين ما عم بيكون التمويل المجتمع المحلي عم بيشارك معكم أو لا بالنسبة أيضاً للمدارس اللي تضررت شو وضع اليوم التمويل في موازن الاستثمارية من الدولة هي من الإدارة المحلية لإجراء الصيانات الخفيفة والمتوسطة لكن هذه الموازنة أحياناً لا تكفي حسب الإمكانيات المتاحة ونتمنى يعني من وزارة المالية أو وزارة إدارة المحلية والحكومة أنه ترفضنا بيزانية أكبر لنحقق لتكون مدارسنا جاهزة فنياً لاستقبال الطلاب وتكون العملية التعليمية تكون العملية التعليمية تتم العملية التعليمية بشكل جيد هناك دور كبير للمجتمع المحلي سمحت وزارة التربية المجتمع المحلي أن يقوم بمشاركة وزارة التربية يعني تشاركية مع وزارة التربية إجراء عمليات الصيانة والسيد الوزير والإدارة ووزارة التربية ترحب أن يكون للمجتمع المحلي دور كبير في صيانة أمل المدرسية فمثلاً طالب والده يمكن يكون نجار أو يكون معلم مثلاً صحية يجب أن تكون هناك مبادرة بين أولياء الأمور للعرض على مدراء المدارس أنه إذا عندكم أي شيء ممكن هو يشارك بإصلاحه تشاركية يعني هي تفعيل دور المجتمع المحلي كثير ممتاز نعم ويجب أن يكون وفيه كمان تدخل في صيانة الأمنية المدرسية المنظمات الإنسانية والدولية عن طريق مدير التخطيط والتعاون الدولي وهلأ صدر قانون جديد قانون 38 إشراق دور التعليم المهني في صيانة الأمنية المدرسية مشاركة التعليم المهني في صيانة الأمنية المدرسية يعود بفائدة على المدراء المدارس وعلى المعلمين وعلى الطلاب وبنأمن للطلاب يكون الطلاب عملنا لهم تمرين عملي في إجراء الصيانات المطلوبة قد نحن نشرب حاشتا أنه من ذاكرتنا أو الوسط على المحيط قد نتذكر نحن بيئة المدارس إذا بدنا نخصص المدارس الحكومية بشكل خاص ننقدر نشوف مدرسة مثلا بوابة مثلا ما في تكسير الشبابيك حتى بأيام البرد ممكن يكون الحلول هي مستفزة في بعض الأحيان ممكن نحط أي كرتون ممكن نحط أي شيء فنحن فعلا بحاجة نخلص من هي المظاهر كمان النظرة الجمالية غير الحاجة كمان هي شغلة كتير ضرورية طبعا يجب أن تكون البيئة المدرسية بيئة جزابة تماما وحتى أنا المستحيل أنه أنا أستاذ بالدرس والبلور مكسور يعني كيف بده يعطي العملية والهوى والبرد للطلاب متعرضين يعني مثلا ممكن أمطار أو الباب مكسور أو كذا وحتى نحن يجب أن يكون فيه عندنا فكرة يعني ثقافة أن الحفاظ على الممتلكات العامة هل نقطة أستاذ البديئة لك؟ هاي فكرة هاي يطرحها الإعلام يطرحها المجتمع المحلي يطرحها بجميع المنابر أنه فكرة الحفاظ على الممتلكات العامة أنا أحافظ على الممتلكات العامة كما أحافظ على الممتلكات البيئة يعني في حال نحن تم إصلاح من قبل وزارة التربية أحدى المدارس بشكل كامل وترميم أي جزء مهترق أو جزء مكسور أو متضرر في مجال أنه نحن مثلا نتابع هي العملية أنه نحن صلحنا بس نحن ما بدنا بعد أسبوع نرجع لنفس المشكلة لأنه في حالة أهمال بالحفاظ على هي الممتلكات يعني وإن كان من الطالب إن كان من المستخدمين إن كان حتى من بعض المدرسين هاي بترجع لإدارة المدرسي يعني الأبنية المدرسية وتقوم بعملية الترميم تطلع من المدرسية بصفى دور هو الاستثمار الإدارة يكون الاستثمار صحيح وجيد للعمليات اللي تميت والمفروض يكون في توعية من الإدارة للطلاب والأهالي أنه هذا بيتك هذا بيتك التالي وفعلا كنا نحس نحن بالقديم أنه المدرسة بيتنا التالي وما ننزعج وحتى هلأ بالنمازج الحديثة يعني حتى النمازج الحديثة عم نهتم بتأمين يعني مدارس زكية ومتطورة وجازبة للطفل وصديقة للطفولة وصديقة للبيئة وحتى عم نأمن الإمكانية أنه حط طاقة مستدامة لاستفادة مثلا موضوع الكهرباء أو كزياني هاي بالأبنية الحديثة إن شاء الله أي بناء مدرسة جديد بده يصير بالمستقبل بده يكون ضمن نموذج متطور وحديث وزكي وصديق للبيئة والطفولة حتى أنت يلاحظت حتى بالترميمات تشوفي المدارس الجديدة تغيرت الألوان حتى عم نلاحظ وزارة التربية في نشاط كبير الاهتمام بالفنون والرياضة حتى نحن ممكن مثلا عندنا طلاب موغمين بالرسم مع أستاذ الرسم ممكن يعمل رسومات بالمدرسة هاي بثير جاذبة للطفل وبتحسن من البيئة المدرسية هاي بدا بقى مشاركة من الطلاب ومن الأهالي ومن الإدارة يعني المجتمع المجتمع كامل ويكون في توعية أنه نرجع أنه هدول الممتلكات العامة هي أكتر بممتلكات الشخصية المفروض نحافظ عليها أكيد عم نحكي عن شغلات يمكن كتير بسيطة اليوم حدا عم يسمعنا أو حدا بأجهات المعنية هدول الشغلات أو الأشياء الكتير خفيفة هي بحاجة لإعادة تهيئة ضمن المدارس ممكن يشوفوا أجهة المعنية أنه هي اليوم معنى كتير مهمة يعني خلينا نذكر مثال حضرتك ذكرت بلور شباك باب مقعد تصير طلبات بتأدموا لكم طلبات أنه نحن اليوم بحاجة لترميم باب لمقعد جديد كيف عم تكون طريقة آلية الرد على هدول الطلبات وهل عم بيكون في أولوية بالاستعجال بالشغلات المهمة يعني تلك الأولوية هي الأولوية بالصيانة التي لا تؤثر على سير العملية التعليمية بالصف الشباك إسعافية البلور إسعافية الباب إسعافية الإنارة إسعافية المفروض تكون مدة أصيرة وتجاوكها وأي شكوة من إدارة المدر التي نحن جاهزين إلى مباشرة يعني ممكن نتصدى لها وممكن نحلها مباشرة يعني يعني نرجع نحن نقول إن شاء الله أنه الحكومة أو وزارة المالية وزارة هذا يعني تزيد تزيد الاعتمادات المخصصة لوزارة التربية خاصة في مجال صيانة الأمنية المدرسية يعني لدينا تقريبا بسوريا 13 ألف مدرسة مستثمرة من هي 11 ألف مدرسة حكومية و1700 1800 مدرسة خاصة عندك 11 ألف مدرسة ممكن 11 ألف مدرسة تكون بحاجة لصيانة يعني عمل كبير وجبار وعلى مستوى المحافظات كلها يعني إن شاء الله يتم رفض يعني يكون بس يتوفر الإيرادة وتوفر الجانب الشق المادي إن شاء الله مدرسة كلها بتكون صيانة ممتازة إن شاء الله أكيد اليوم كمان موضوع كتير مهم إستاذ لما نحكي نحن عن الطاقة الاستيعابية للصفوف أوقات من شوف للأسف أعداد كتير كبيرة بالنسبة للصف واحد بعض الدراسات بتقول كلمة العدد الطلاب كلمة زادت الناحية الاستيعابية وغيرها من الدراسات طيب نحن اليوم ممكن ندخل بتعديل الصفوف سواء من حيث المساحة عدد المقاعد إذا بدنا كمان نحاول نقص مثلا من عدد المقاعد أو عدد الطلاب للطاقة الاستيعابية للصف الواحد نحن هذا الأمر هي مساحة الصف أقل مساحة صفية 35 متهم وربع ومفروض يكون فيه 35 طالب بالشعب الصفية هيك صممة مثل المدارس بس هاتشي نادر نحن الي صار نزوح والضغط الي اتعرضت الو المحافظات نزوح الأهالي من المحافظات أدى لزيادة الكسافة الطلابية في الصفوف لا في حلول إسعافية في الصفوف الحلول الإسعافية هي الإسراع في ترميم المدارس اللي هي خارج الخدمة وإعادتها للغاية التي تجعلها للغاية التعليمية فيها وحتى ممكن إذا في ضغط بمنطقة مثلا إذا بتسمع ممكن نعمل توسع أفقي نبني صفوف ملاحق بس هاي البناء هو من الخدمات الفنية تمام هي بتنعرض على الخريطة المدرسية إذا بدون توسع بدون ملحق بمدرسة كذا هي في وزارة تربية شيء اسمه الخريطة المدرسية هي اللي بتحدد حاجة حاجة المحافظة يعني حاجة المدرية التربية لبناء ملاحق أو مدارس جديدة حسب المتوفر واللي عبيبنيها هن الخدمات الفنية الميزانية من الخدمات الفنية بس هي طبعا فكرة مطروحة أو قيدة دراسة أكيد 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 ونحن إن شاء الله ونحن نشوف أوقات 50 طالب ونحن إن شاء الله في أكتر كمان إحيانا بس إن شاء الله نحن نتمنى أنه مدارسنا يعني كهيئة نحن بلشنا من قبل الأزمة بناء مجمعات تعليمية نعم مشان تخفيف الكسافة مثل إنسان عندك مجمع تعليمي بضحية السيئة عندك مجمع تعليمي بصحناية عندك مجمع تعليمي بنجهة عندك بالحمدانية بحلب بس بسبب ظروفها الأزمة تباطئ هذه ضحية السيئة خالص تقريبا يعني مسلم من 2018 بصحناية 2018 بس لها لا أتم العمل لا أمشتغل في بضحية السيئة باستوعب 6000 طالب فيه من الروضة للسانوي وفيه معهد كمان مصرفي كمان يعني فيه تقريبا من الروضة للجامعة مساحته ثلاثين دنوم هدنوم جماعات تعليمية بس كان يعني وتحلت أمل أراضي وسمح وسمحة رئاسة النزارة بالبناء بالبناء جديد وتم دعمنا ماديان نحن معنا أي مشكلة وإن شاء الله منخلص حتى منخلص من الدوام النصفي بإذنك دائما الدعم الماضي هو الأسرع هو إن شاء الله لكن الحكومة ما عبر تقصر بس ضمن حسب الإمكانيات المتاحة وضرر كبير طمعا أستاذ ما بدنا كمان نحن نشوف بعين واحدة طمعا بعادة الأعمار نحن عم نشتغل يعني عندي عملك تقريبا عندك تقريبا شيء 500 مدرسة إلا شيء متهدمة بالكامل وقال لمدرسة بدأ مليارين تلاتي لترجع مو شغلة بسيطة يعني خلينا هكي بسؤال أخير أستاذ اليوم ما في فكرة اليوم لندخل التحديثات التكنولوجيا على المدارس نستبدل السبورة نستبدل القصاص تدفئة مركزية طبعا هذا السؤال ما تروح لحضرتك يعني عن طريق الصفحة يعني في شيء فكرة اليوم نحن نقدر نطور بإمكانيات المدارس اللي دائما نحن نقول أي تطوير خارجي عم يكون تأثير مباشر على العملية التربوية داخل الصف نرجع من قول بالدعم غير الدعم نقيمة كلام الدعم هاي فكرة المجمعات التعليمية اللي بضحية تتسيئة كلها شوفهاش كلها تدفئة مركزية ما في مرسل هلأ نحن هاي هذا هاي في كهرباء هاي إن شاء الله إن شاء الله يعني هلأ بترجع بس تتحرر المناطق لأنه تعرف في حصار تمام يعني هذا عم يمنع أنه استخدام التكنولوجيا أو استخدام الوسائل الحديثة بسبب الحصار الجائر على سوريا التدفئة بدك مزوت هلأ عم يستبدلوها يعني أنا عندي مثل ضحية تتسيئة فيها تدفئة النمازج المدرسية جديدة اللي ساويناها نحن مع شركة العامل للدراسات ومع اليونيسيف كلها تدفئة ما في صوبيات بس صرنا نخاف أنه لو فيها تدفئة من ركب مداخن احتياط بشأن إذا ما في ما توفر تدفئة المزوت لسبب من الأسباب يكون فيه عننا صوبيات مزوت تركبها نحن مع هالفكرة حتى السيد الوزير مع التكنولوجيا شاشة تفاعلية لو بيطلع بإيده ويحط لكل صف بده يأمل أنا خلال خلال مناقشات ومجل زراء كذا ومجل الشعب لو بيطلع بإيده يأمل لابتوب لكل طالب حتى التوجه بموضوع الانتحانات مشان نعمل يعني كاميرات تعمل كاميرات حتى واتمتل امتحانات سيد الوزير عنده هالفكر المتطور بإدخال التكنولوجيا حتى حتى نحن عفوا حتى فيها رخص لمدارس افتراضية هلأ لمدارس افتراضية خاصة هاي كلها تكنولوجيا وإن شاء الله نحن تتعمم على المدرسة العالمية حتى وفر الإمكانيات خاصة من الأشخاص اليوم بيقدروا يدرسوا ضمن هاي المدرسة خاصة للطلاب يلي يلي خارج خارج القطر يلي مهاجرين أنه يتابعوا المنهاج القطر العرب السوري من خلال المدارس الافتراضية وبيأخذوا شهادات كانوا موجودين نعم أستاذ نحن ما بننكر أكيد جهود الجبارة لوزارة التربية خاصة فيما يخص ترميم المدارس اللي خرجت عن العملية التربوية لأسباب الإرهابية اللي ذكرناها اليوم نحن بحاجة كتير كبيرة لنطور التعليم عم نشوف اليوم هذا الجيل بالذات هو جيل مبدع جيل مفكر جيل ممفتح بشكل كتير كبير نحن بحاجة كتير للأدوات بحاجة كتير لحتى نحن نطور هاي المدارس لحتى نحن نواكب هاي العملية ويكون عندنا مستقبل كتير حلو لشبابنا مشكورين كل الشكر وزارة التربية على كل الجهود سواء ناحية المسابقات المركزية اللي عم بتصير سواء ناحية الترميم ونحن طماعين أنه نحن دائما نشوف الأفضل بإذن الله إن شاء الله شكرا شكرا لكم شكرا لأتواجدك اليوم ومتمنى لكم التوفيق وهي نشوف دائما مشاريعكم عن جد على الأرض صارت منفذة إن شاء الله ما حكينا أنه دائما هي عم تعكس على هذا الشيء إن شاء الله شكرا إن شاء الله إن شاء الله يا هلا ومتمنى